بالتأكيد أخت الكريمة هناك تطرف كبير جدا داخل حكومة الاحتلال وقبلهم تحدث وزير الثقافة الإسرائيل عم مخاي إلياهو بضروض ضرب قطاع غزة بأنه هؤلاء الذين تجردوا من القيم والأخلاق طبعا للأسف هم يستندوا إلى ما يقال في طبعا سفراتهم وتلمودهم ومزاميرهم في عملية قتل كل الشعب الفلسطيني حتى يعني سفر التيه يتحدث بشكل كامل عن عملية قتل كل سكان المنطقة وليس فقط الفلسطيني ولا للأسف شديد في مدارسهم يعلمون التحريض على القتل بشكل أساسي خاصة مدارس الدنيا ولم نشهد العالم الذي يقول على العالم العرب على الفلسطيني غير منهجم من يتحدثوا عنه لا بدوروا تغيير منهجم ولا الذين تجردوا من القيم والأخلاق يريدوا أن يقضوا على الشعب الفلسطيني وكانه الأمر بيدهم اليوم بعد ثلاث شهور من هذه الحرب المصورة فقط على مكان واحد هو قطاع غزة عاجزوا عن تحقيق هدافهم بل بالعكس بدأ الحديث على تراجحهم في أفكارهم التي طرحوها في البدايات في موضوع القضاء على المقاومة الخريبة هناك الآن طروح على تقليص دور المقاومة ليس القضاء عليها لأنهم فشلوا في ذلك وهذا يطل دلالة على حجم هو لا في تطرفهم من تجاه الشعب الفلسطيني والصمت الدولي للأسف الشديد عليهم جعلهم يتمادوا أكثر وأكثر في تفكير واحد هو قتل الشعب الفلسطيني اليوم نتحدث عن ثلاث شهور من هذه الحرب لماذا هذا الصمت الدولي برأيك دكتور أيمن؟ يعني مثل هكذا دعوات هي تدعو لإبادة شعب هي قانونيا تعتبر جريمة حرب وتخالف القوانين الدولية إذن لماذا هذا الصمت الدولي حيال ذلك؟ للأسف الشديد الأمور ليست وليدة ما حدث يوم 7 أكتوبر من قبل ذلك سموريس تحدث في فرنسا على أن أمام الشعب الفلسطيني ثلاث خيارات كلها مرة إما القتل أو الرحيل أو أن يعيشوا بها داخل دولة يهودية وصمت العالم بصراحة كل هذه الفترة ولم نرى موقفا دوليا يتحدث عن ذلك العالم له مصالح بصراحة أنا دائما نعود بالذكرة عندما جاءت فرنسا إلى المنطقة نابليون بنبار سنة 1799 قال هنا يجب أن يكون يهود إذن كانوا يفكرون كيف يأتوا بقوة تمثل حال الضغط على الحالة الفلسطينية والعربية بشكل كامل هذا العالم الذي ظلمنا 75 عاما كما ظلم شعوب أخرى في المنطقة الآن يقيس الأمور حسب مصالحه الذي صمت على الاحتلال وعلى تصريحاته خلال أيام الماضي قبل أحداث 7 أكتوبر رأينا يتحرك ورأينا الناتو يأتي بكل قوة للدفاع عن الاحتلال في 7 أكتوبر الولايات المتحدة الأمريكية التي مولت هذه الحرب عسكريا وماليا الآن تشعر بحرج بعد ذلك بعد تراجع شعبية الديمقراطين بشكل كبير جدا أعتقد أن الأوان لأن يكون هناك كلمة حق تقال في هذا العالم من أجل وقف هذه الحرب الدموية ضد شعبنا الفلسطيني وقف هذا التطرف بصراحة لكن حتى الآن حالة تمجد رؤية من هذا المجتمع اليوم أخت الكريمة عندما نرى مجد السامن يخرج عن الخدمة لغير قادر على صدار خرار الوقف الحرب على شعبنا الفلسطيني يعطي دلالة أن كل المجتمع الدولي بمؤسسات الدولية خارجها بعكس شعوب العالم خرجت في مظاهرة تتجاوزت قوتها أكثر من عشرين ألف مظاهرة خرجت في أكثر من عاصمة دولية مطالب وقف الحرب على شعب حرب الإبادة والقتل الجماعة لكن بالتأكيد دون جدوة تأثير حقيقي لوقف هذه الجريمة التي ترتكب طبعا في ظل عالم يتحدث عن حال وعالم متحضر في القرن الحادي والعشرين طيب يعني دعوات المسؤولين الإسرائيليين لإبادة شعب غزة أيضا استهداف إسرائيل سابقا للمسؤول بالحرس الثوري الإيراني رضي موسوي في دماشق ثم استهداف صالح العروري في بيروت يعني إلى ماذا يدل كل هذا التصعيد في الدعوات وكل هذا التصعيد في الاستهدافات والاغتيالات هل هذا يعد بمثابة أنه لم تعد هناك خطوط حمراء أمام إسرائيل؟ يعني أولا الاحتلال الذي فشل في الوصول إلى طبعا سيد ثمين في قطاع قد زي بحث عن سيد ثمين في أي مكان فواجده السيد الثمين في بيروت وفي الضاحة ينتهي من مقار حزب الله أنا أعتقد هذا له دلالات خطيرة جدا أولا استخفاف الاحتلال بحزب الله وبرد فعله هذا بالفعل ما حدث حتى الآن اعتبار الاحتلال أنه يتحكم في توسيع دائرة الحرب كما يشاء وحتى التبجيرات اللي حدثت في إيران بالأمس حاول الاحتلال طالب أمريكا لا يتبنى ولا حتى لا يتبنىها الأمريكان وبالتالي هذا الأمر يقتل حتى عملية اقتليال الشهيد صالح العروري دكتور أيمن هل تسمعوني؟ دكتور أيمن هل تسمعوني؟ أنا أسمعكم في الكريمة نعم طيب في نقطة أخيرة دكتور أيمن هناك تقارير تفيد بأن هناك مخطط إسرائيلي لإسناد إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب لعشائر من هم هؤلاء العشائر؟ وما مدى نجاح مثل هذا المخطط برأيك؟ دكتور أيمن هل تسمعوني؟ أنا لم أسمع السؤال بسرعة نعم سأعيد السؤال هناك تقارير تفيد بأن هناك مخطط إسرائيلي لإسناد إدارة قطاع غزة بعد نهاية الحرب إلى العشائر يعني سؤالي هنا ما هي هذه العشائر؟ وما مدى نجاح مثل هكذا مخطط إسرائيلي؟ يعني أنا أعتقد أن نتنياه هواهم إذا أعتقد أن فكرة تقسيم قطاع غزة بشكل عشائري التركيب السكاني لقطاع غزة غريباً 70% من سكان قطاع غزة بالأساس لاجئين و30% من سكان مواطنين وبالتالي عملية اختراع فكرة العشائر هذه لن تصلح هذه كانت تصلح في عام 67 عندما لم يكن هناك كيانية فلسطينية اليوم بغض النظر عن كل ما تقفوا الحكومة والكيانية الفلسطينية في غزة برغم ذلك لا زال هناك طبعاً نماذج قائمة على الأرض ولن يجرأ أحد على القيام بذلك الاحتلال يعتقد أنه يستطيع أن يفعل ما فعله في سبعينات القرن الماضي هذا الأمر لن يتم بالتأكيد وفكرة تقسيم قطاع غزة إلى عشائر هو يريد أن يستغل الوضع أحاجة الناس للمساعدات بشكل أو بآخر وبالتالي يدفع أن يتم ضخذ المساعدات تحت طبعاً ضائلة العشائر والعائلات وسيستلم العشائر والعائلات هذه المساعدات ويتم توزيح على قرن والأمر قد يكون هناك لجان شعبي في هذا الأمر لكن الحديث عن عشائر تدير الحالة السياسية والأمنية في خطاع غزة أعتقد الأمر سيكون مستحيل قد يكون هناك فقط فرصة لتشكيل لجان لتتوزيع المساعدات على الشعب الفلسطيني لكن دون الحديث عن شكل أو بآخر عن بصراحة تشكيل نواة أمنية كما يخطط نتنيا وفيق الاحباس نعم شكراً لك دكتور أيمن على كل هذه الإضاحات كان معي من العاصمة المصرية القاهرة دكتور أيمن الرقب خبير بالشأن الإسرائيلي أشكرك جزيلاً شكراً 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 شكراً